السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في تحدي جديد من تحديات Power Query التحدي الرابع الحقيقة التحدي ده معتمد بشكل ما على التحدي اللي قبله عشان كده لو مشوفتش التحدي التالت هتلاقي في نهاية الفيديو لينك للتحدي التالت والحل بتاعه هتلاقي كمان نفس اللينك ده موجود في صندوق الوصف فممكن تتفرج عليهم قبل ما تبدأ تشتغل في التحدي الرابع سوف نذهب مشابه جدا على الشمال عندي جدول فيه بيانات الموظفين الاسم والآي دي والباند والدبارتمنت عندي جدول تاني هستخدمه عشان اعمل بحث داخل الجدول الاصلي لكن المرة بحث على مستوى معلومتين او على مستوى اتنين كولوم الكولوم بتاع الباند والكولوم بتاع الدبارتمنت هنا في الاخر ده جدول خارج من Power Query بناء على المعطيات دي اعمل رفراش يديني النتيجة بتاع البحث نبدأ نسرش في الباند سأكتب بي باند بي مثلا واخد بالك تبتنى سمول لا تفرق معي سمول او كابتل رفراش اديني الناس اللي في الباند بي ودي الدبارتمنت عندي اتنين في الليجل طب انا عايز ألمت السرش بتاعي للاتنين اللي في الليجل بس هروح على الدبارتمنت واكتب قولنا سمول او كابتل مش تفرق رفراش لامت بس للناس اللي موجودة في الليجل طب لو حبيت كمان اشوف معاهم الناس اللي في باند اي اللي في الليجل يبقى هزود هنا ايه طبعا نلتبها اكسباند فجاب لي الناس اللي في ال اي واللي في ال بي خد بالك من حاجة ضريفة جدا ان انت البحث في الاتجاه الرأسي يعني انت نازل على السطور بيكون باستخدام او يعني دائما هقول او انا عايز الناس او بي ولكن لما تنقل ما بين الكولومز يعني في اتجاه الافقي لازم يكون الشارت اند يعني هقول و معنى كده انه يكون شغال في اي او بي ولكن في نفس الوقت يكون ايه طب تعال ازود مثلا سيلز هيقبل رايت كليك ورفراش قبل معي السيلز نفس الكلام يبقى الناس ممكن تكون في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده اي او بي ولكن لازم يكون الليجل و اي او ليجل و بي ويكون سيلز بي او سيلز ا نفس الوضع بالضبط زي ما شفنا التحدي ده قريب كتير من التحدي اللي فات عشان كده بقولك لو شفتش بتاع المرة اللي فاتت لو سمحت اتفرج عليه لانه هيساعدك هتاخد منه حبة افكار وتبني عليها بعض الحاجات الجديدة يعني مثلا لو انت استخدمت تابل دوت سيلكتروز او ليساعدك في الحل بتاع المرة دي ولكن محتاج تزاود عليه بعض الافكار الجديدة عشان توصل لفكرة ان انت شغال بشكل مرن جدا على قائمتين او على جدول في عمودين وانت بتعمل عملية السرش لو عرفت تحل او حتى وصلت الجزء من الحل لو سمحت بعتلي على الايميل اللي هتلاقيه موجود قدامك دوقتي على الشاشة واستخدم الديسكريبشن اللي هتشوفه برضو على الشاشة دلوقتي ولو الحل بتاعك وصلني قبل الاسبوع الجاي قبل مسجر الفيديو اللي هيكون فيه الحل اللي ان شاء الله هنحطه على القناة الاسبوع الجاي هتلاقي اسمك في نهاية الفيديو زي ما احنا متعاودين مع بعض في لوحة الشرف في نهاية الفيديو شد حيلك بالتوفيق واشترك الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته